حقيقة فيه مشهد موسف اتكلمنا عنه في مقدمة الامس وهو ما فعله النظام العسكري وليس الشعب المصري وليس الجماهير المصرية ما فعله النظام العسكري مع الجماهير الترجي ما حدث مع جماهير الترجي مشهد بسيط جدا مما يحدث من عنت وتعسف وحبس ومطاردات للجماهير المصرية الممنوعة من المدرجات واللي بيتم الاعتداء عليهم ورميهم في المعتقلات في مصر ممنوع انك تشجع تحضر ماتش تهتف كل الحاجات دي ممنوعة في مصر الاعتداءات على الجماهير والاعتقالات وصلت لاشقاءنا في تونس وجماهير الترجي اللي كان تم اعتقال عشرين منهم زي ما قلت لحضراتكم وعشرين من المشجعين جماهير فريق باب السويقة والحمد لله تم الافراج عنهم وترحيلهم النهاردة بعد الضغوطات من السلطات التونسية وفقا لكل الشهادات من اول لحظة الامن المصري تعامل بشكل سيء مع الجماهير التونسية التي قدمت الى مصر للأسف الشديد جماهير الترجي اللي تم التحرش بهم من اول لحظة واعود وااكد ان التحرش لم يكن ابدا من الشعب ولم يكن ابدا من جماهير نادي الزمالك ولم يكن ابدا من اي مصري التحرش من السلطة المحتلة الوطنية التحرش الذي الذي بدأ مع جماهير الترجي من اول لحظة في المطار من الامن في المطار كان من سلطات العسكرية اعتقد ان مباراة الترجي والزمالك اللي كانت في الدوحة من اكتر من اسبوعين كانت تشاهد على ان احنا شعب واحد وارض واحدة وما فيش فرق بين المصريين والتوانسة لكن زي ما قلت ليه او استسمحت جماهيرنا التونسية والاشقاء في تونس في مقدمة الامس انه نحن محتلون ودي حقيقة اعلمها القاسي والداني الامن في المطار كان رافض اي هتفات جماهيرية للفريق وحاول استفزاز الجماهير بتلك الطريقة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لهم بغلنوا هناك ما تغنوش هنا هنا لا هنا ما تغنوش ودي فرصة أقول لجماهير فريق باب السويقة جماهير الترجي الفريق العريض والجماهير الرائعة أن عندك مباراة عودة اهتف فيها سمع العالم كله كله فلسطين وسمعهم الانشودة تاني وليست الانشودة الواحدة للترجي الاتنين رائعين حقيقة والكلق واللي بتهتفوا فيهم ضد الحكام الظلمة سمعوا العالم كله صدقه الأزمة هي في النظام العسكري المصري اللي عنده متلازمة الجماهير يعني عنده حساسية شديدة جدا لأي حاجة اسمها جماهير وخصوصا عندما تكون تلك الجماهير تهتف أو تغني لفلسطين أو الشعوب العربية ده عز الدين اللي كان رفع عالم فلسطين وتم اعتقاله نتيجة رفع عالم فلسطين عشان بس اخواتنا التوانسة يعرفوا ان ده مبدأ في التعامل مع الجميع فبالك بقى بالجماهير التونسية اللي هتفت والجماهير الجزائرية زي ما حسمع الجماهير الجزائرية اللي هتفت ضد الخوانة وضد السيسي المشهد هو مشهد من طريقة النظام العسكري واللي بيزرع الفتن بين الشعوب العربية ده دايدانه طول الوقت الامر تصاعد وتم الاعتداء على الجماهير والابضع عليهم زي مع رطل حضراتكم بالامس اعتداءات واعتقال عشرين من الجماهير التونسية السفير التونسي في مصر حكى اللي حصل مع الجماهير وكيف تم ترحيلهم الحمد لله اصبح الترحيل من مصر يعني وانت مترحل تسجد على الارض ربك ما ترفعش رأسك مع الارض شكرانية وقول اللهم لك الحمد والشكر عدد خلقك وزنة عرشك ومداد كلماتك ورضا نفسك يعني اشكر ربك واحمده وانت مترحل السفير التونسي حكى الحكاية ارتاحيين للوضعية داين اخداما عن سعادة سفير تونس في مصر سيد نجيب نيف انا شخصيا كنت متابعة المقابلة مع وزير شباب الرياضة المصري ونفت نظره الى انه مع رجالة انه طاعت التعليمات لا عدم معتها بمثل هذه الاختكات وما رعني الا بعد انتهاء المقابلة انه بلغوني انه في عشرين من المشاجعي الفريق تغسي انه تم القار قبل عليهم وتحركت والفعل معامتها مباشرة وتهن خليط ازمة على مستوى السفارة فيها اعضاء السفارة وقمنا باتصالات مكفة مع السلطة الامنية في اعلى مستوى واكدنا انه على خاطر كان التوجه انه سيعرضوا صباحا اليوم اليوم على النيابة العمومية ايضا على القضاء وتوفقنا بعد اتصالات مكفة انه تم الغاء هذا التوجه وقلت اين انه طلبوا مننا انه تم تحيلهم الى المقار وبالفعل انه جهزنا الحافلة وكاننا يرافقهم القنصل الى المقار وصلنا انه ضرورة انه نعرف ما فيش خطأ الراجل حاول يقوم بدوره وقال لهم واكد اكتر ما مرة ما فيش خطأ قاموا به لو تذكر السفير الجزائري في القاهرة البانكاس الامم الافريقية كان قال للجماهير ساعته قال لهم احمدوا ربكم انكم مرواحين احمدوا ربكم واشكروا فضله نهارده الجماهير اللي تم الاعتداء عليهم واعتقالهم عشان اغانيهم لفلسطين واغانيهم ضد الحكام العرب غنوا عقب ترحيلهم غنوا من مطار قرطاج اغنيتهم اللي كانت السبب في القبض عليهم احمدوا احمدوا واشكروا الناس القرير قاربوا للوت امريكا ترهابي صحوظو احمد الافريق قول لهم ينشد الامو ويت شفعوا للمعظاياتوا الدير وينو امار سلاح الدير حكم العرب حكم خوانا سلطة وطف من مربعها حلوا راح دور تشوفوا النصر خريب حربوا ليون أمريكا وطلبين يا فلسطين ونقلهم يرجل الأموين ويقولهم مع ضيات الدين ونقلهم مع صالح الدين جماهير الترجي تركت رسالة في مصر بيتم تداول صورة منتديات الترجي وجماهيره إنهم كتبوا ده بجوار المطار أو على صور المطار وهم مسافرين رسالة للسيسي هانت عليكم فلسطين من أجل رئيسكم اللعين هكذا كتبت جماهير فريق باب سويقة وهي تغادر القاهرة مرحلة بعد القبض عليهم نتيجة غناءهم لفلسطين فقال لك هانت عليكم فلسطين من أجل رئيسكم اللعين جماهير الترجي منعت منها تغني أغنيها لفلسطين وأغنيتها ضد حكام العرب وأصروا يغني أغنيتهم في تونس الثورة عاقب وصلهم لمطار قرطاج بعد أن اعتاد عليهم الأمن المصري عقاباً أو انتقاماً من أغنيتهم موسيقى 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 طبعا هناك غضب كبير في تونس ليس إطلاقا بقول بكل ثقة من الشعب المصري ولا من جماهير نادي الزمالك لكن من التعامل الحقيقة المخزي للأمن المصري هناك في تونس يؤكدون أنه تعامل من احتلال عسكري زي ما قلنا بالزبط كان زمان فيه احتلال خارجي دلوقتي فيه احتلال وطني عسكري كان فيه بيان مهم من اقتلاف الكرامة اللي ليه كتلة نيابية كبيرة في البرلمان طلع بيان بخصوص تلك الأحداث البيان بتوقيع الناتق الرسمي لإقتلاف الكرامة السيد سيف الدين مخلوف صفحة الويت نايتس للزمالك رفضت رفضت بقولك ده لا يعبر عن جماهير نادي الزمالك ولا يعبر عن الشعب المصري إطلاقاً اللي بيننا كبير نحن وطن واحد شاء من شاء وأبى من أبى يوم 28 فبراير اهو أول مبارح تندد بالقمع والاعتقالات العشوائية التي تعرضت لها جماهير الترجي في مباراة اليوم من قبل قوات الأمن بلا أي ذنب سوى إشعال شمروخ ورفع عالم فلسطين وتطالب المجموعة بالإفراج الفوري عنهم ومراعاة حق الضيافة وتعلن المجموعة أيضاً أنها تثمن نضال الجماهير العربية في الشمال الإفريقي في هذه المرحلة الصعبة ده الكلام اللي بنؤكد عليه دايماً والله يا جماعة في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها الجماهير والتضييق الأمن الذي يعانيه المشجعون ونحن من بطن الحوت نناجيكم بأن مهما ضاقت علينا فإننا لا يدعمنا ولا يدعم أحبتنا في السجون سوى مرابطتكم إنكم مرابطين في الدفاع عن الفكرة والعودة بها للأصول في وقت الفتنة بيان أكتر من رائع من أولترا سويت زمالي ونحن جموع أفراد الحركة علماً أن جماهير الكرة في مصر في السجون والمحاكم تدعمكم وتتنفس هواء الحرية الذي تتنفسون مهما غابت منصات التعبير عنها فإننا ما زلنا نرى تلك الدائرة العابرة للحدود بذات البهاء مهما تبدلت الليالي الله عليكم لا تختلف معطياتها ولا تتلون باختلاف مراكزها وأن الإبقاء على الدوران في فلك أحكمها إبقاء علينا جميعاً من بطن الحوت نناجيكم أنا عجبتني جداً وبحي أولترا سويت على هذه الجملة اللي طبعاً مستوحى من القرآن الكريم من بطن الحوت فده الوضع في مصر تماماً خصوصاً لجماهير الكرة من بطن الحوت نناجيكم ونشده على أيديكم وقال لا ظالم غير من ظلمونا وظنوا فينا الصمت أبداً الحرية لجماهير الترجي الحرية لجماهير الزمالك الحرية لجماهير العربية تحية ألف تحية الأورتراس ويت نايت ألف تحية لارتفاع مؤشر الوعي داخل الجماهير العربية قد يتساءل تساؤل منطقة عربية وضع بهذا الوضع يا معتز هل ده أهم حاجة تبدأ بيها مباراة كرة قدم في تخديرنا المتواضع؟ نعم ليه نعم؟ لأن دي الحكاية مش مباراة كرة قدم حكاية الفتنة العربية حكاية استخدمت بسفالة وحقارة من الأنظمة العربية طيلت أكتر من نص قرن عشان يوقعوا الشعوب في بعض ومعظم النار من مستصغر الشرر هنا متعصبون وهنا متعصبون هنا ناس ممكن تكون بتتصرف بعدم حكمة وهنا كذلك بتكلم على كل الشعوب العربية لو ما أكدناش على المعنى وإن إحنا واحد وإن هذا التعامل ليس تعامل الجماهير لأن لو كان تعامل الجماهير كنا رفضناه أو تعامل الشعب المصري مع أشقاء متونسيين كنا رفضناه بكل قوة لكنه مش تعامل الجماهير محدش من تلك الحكومات الغاصبة ومن هذا الاحتلال العسكري يسوق الجماهير لما لا يحمد عقبه مش هنعيد أيام الماضي من أكتر الحاجات الرائعة النتائج اللي بدأت تثمر بفضل الله من بعد زيادة الوعي يوم بعد الثورات العربية هو هذا الوعي اللي في المدرجات وهذا التعامل الرائع بين الجماهير العربية وبعضها التعامل كان عنيف جدا جدا بين الجماهير العربية قبل الثورات لما الناس بدأت تفهم الحكاية وتعرف إنها شعب واحد وإن تلك الفتن مصنوعة وقتلوهم وكسروهم والبتاع في المجيي في العودة لنا عودة والكلام ده كلام لا يليق إطلاقاً وكان مشهد مباراة مصر والجزائر هو مشهد فارق ودرس يجب أن نشربه حتى الرشفة الأخيرة عشان نفهم إن هذا لا يمكن يحدث بين الجماهير العربية وإنه جميل جدا جميل جدا أن يكون فيه وعي ووعي بنبض الأمة بتشجع كرة وبتنحزل قضايا أمتك في نفس الوقت ده شيء أكتر من رائع واللي ينحزل قضايا أمته واللي يتحدث ويحمل قلب وهم الأمة من الجماهير العربية ما ينسقش لتلك الترهات والإفخاخ اللي بتصنحها الأنظمة العسكرية عشان الناس تطلع جهدها فإنها تتطاحن وتتشاحن مع بعض ويطلعوه بقى وتبقى إخناقات وتشغل الرأي العام بأي حاجة غير مصلحته وبقضايا أمته الأصيلة والبقية للأسف لحد دلوقتي وفي القلب منها قضية فلسطين